السلام عليكم جماعت لكم أصدقائي مجموعة هم من الأخبار عدد كبير من الأصدقاء يقولون لي بأنه إما في اليوتيوب أو حتى في فيسبوك لم يعودوا يتوصلون أيضا بفيديواتي هذا الشيء حاليا طبيعي أصدقائي لأنه يوتيوب أو حتى فيسبوك عملوا تحديث للخوارزميات ولذلك عدد كبير من الناس لم يعودوا رغم أنهم مشتركين مثلا بالقناة لم يعودوا يتوصلوا بالإشعارات عندما أقوم برفع فيديو ويمكن أنكم أيضا لاحظتم هذا الأمر مع قنوات أخرى أيضا لذلك أصدقائي سوف أكون جد شاكر لو عملتم إعجاب للفيديو لو كتبتم تعليق ولو قمتم أيضا بنشر الفيديو وشكرا جزيلا لكم نبدأ بالخبر الأول أعلنت مؤسسة يوغند أمت وهي دائرة رعاية الشباب أنها لم تجد أي تقصير في رعاية الطفلة التي تبلغ من العمر سبعة سنوات والتي توفيت في بيت عائلتها وقالوا الطفلة كانت تعاني منذ ولادتها من مرض جعلها بحاجة ماسة إلى العناية من أهلها وقالوا إن يوغند أمت لم يتوصل بأي شكوى ضد العائلة فقط مرة واحدة أسبوع قبل وفاتها توصلوا بشكوى وقاموا بالتوجه إلى شقة العائلة وفحصوا الطفلة وأكد الطبيب لهم أنها على ما يرام وأنها لم تتعرض إلى أي تعنيف ترغب الشرطة التي أشارت إلى أن هناك مؤشرات أو شكوك على أن الطفلة ربما لم تتلقى الرعاية المناسبة عمل المزيد من الإجراءات والفحوصات الطبية الشرعية وتقييم طبي دقيق لمعرفة سبب الوفاة حصلت الحادثة في ولاية بادن فيوتنبرغ في بادية صغيرة اسمها ماي كخاما حكمت محكمة مدينة مونشن الإقليمية الأولى يوم أمس على موظف بنك شاب يبلغ من العمر 21 سنة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد أن قام بسرقة خزنة البنك بقيمة 735 ألف يورو كانت تتواجد بالخزينة مع تعويضه مع الطلب أن يعوض أيضا البنك على هذا المبلغ من المسروقات وأظهرت المحكمة أن الشاب الذي اسمه ماتيوش الذي يبلغ من العمر 21 عاما أظهر طاقة إجرامية هائلة ووفقا للمحكمة سرق الشاب الأموال من البنك الذي يعمل فيه بعد أن اكتشف أن البنك الذي يعمل فيه به طغرة واستغل هذه الطغرة من أجل أن يسرق تلك الأموال من خزينة البنك بعد سرقته لهذا المبلغ الكبير هرب وهناك تزعم المحكمة ويظنون بأنه قد سلم تلك الأموال إلى شريك مجهول يعتقدون بأنه عنده إما شريك على الأقل شريك واحد أو يمكن حتى شريكين بعد السرقة اختفى عن الأنظار وبعد مرور ستة أشهر رجع وقدم نفسه وسلم نفسه للشرطة اعتبرت المحكمة أن لديه طاقة إجرامية كبيرة مشيرة إلى أنه استغل نقاط ضعف نظام البنك أعلن وزير الصحة كارل لوطبخ أن السجل الرقمي للتبرع بالأعضاء سوف يبدأ العمل به منتصف شهر مارس وتحديدا في الخامس عشر من شهر مارس هذا العام لمعالجة نقص التبرعات بالأعضاء ولكنه أشار إلى أن السجل الرقمي لن يحل المشكلة بشكل فوري المشكلة الخاصة بنقص عدد المتبرعين بالأعضاء ولكنه خطوة مهمة نحو التحسن هذا السجل الرقمي الذي يسمى بالألمانية سوف يسمح بتخزين المعلومات للأشخاص الذين يرغبون ويتحمسون للتطوع بشكل اختياري من أجل التبرع بأعضائهم ويهدف إلى تحسين تدفق المعلومات مع المستشفيات وزيادة عدد التبرعات في ألمانيا حيث تعد معدلات التبرع بالأعضاء في ألمانيا من بين الأدنى في العالم مثلا كان هناك بشهر يناير من هذا العام 8400 شخص كانوا بحاجة إلى عضوين وكان صعب عليهم بلائحة الانتظار وينتظرون أن يحصلوا على تبرع بالأعضاء الآن سوف يعملون هذا السجل الرقمي وسوف يكون فيه التسجيل بشكل اختياري لكن وزير الصحة يقول بأنه يرغب بتبني نظام جديد هذا النظام ما زال يلقى معارضة كبيرة بحيث أنه وزير الصحة يرغب بجعل أي مواطن يعيش في ألمانيا متبرعا أوتوماتيكيا بالأعضاء إذا لم يعارض صراحة الأمر بحياته ويرغب ويتمنى بأن مشروع هذا القانون يدخل قريبا إلى البرلمان وإذا صوت عليه لحد الساعة ما زال يلقى معارضة وهو يرغب بأن كل سكان ألمانيا يكونون متبرعين بالأعضاء ومن لا يرغب بالتبرع بالأعضاء بعد وفاته يجب أن يقدم تصريحا وطلبا بأنه لا يرغب بالتبرع بالأعضاء التبرع بالأعضاء والنقطة الخلافية هي مسألة الموت السريري لأنه كي يأخذوا من شخص الأعضاء يجب أن يكون قد مات سريريا يعني ما زال قلبه ينبط عقله هو من مات وما زال قلبه يربط وهكذا يستطيع الأطباء أن يأخذوا أعضاءه لأنها لا تفسد أما شخص مثلا مات وقلبه توقف عن النبض لا يستطيعون أن يأخذوا منه الأعضاء لأن الأعضاء بعد مدة من الموت تقريبا 10 دقائق إلى نصف ساعة تفسد جميع الأعضاء لأنه لا توجد دورة دموية ولا يدخلها الأكسجين لذلك تفسد فهنا النقطة المهمة التي ما زالت تلقى المعارضة متى يحدد الطبيب بأن هذا الشخص فعلا مات سريريا ومات عقله أم أنه هو فقط في غيبوبة ويمكن أن يصحى منها فترة من الزمن لذلك لحد الساعة ما زالت هذه النقطة الخلافية توجد وما زالوا يرغبون أن يجدوا حل لمسألة رفع من أعداد المتطوعين بالأعضاء لأن أعداد من يعانون ومن هم بحاجة لأعضاء كبيرة جدا ونتمنى السلامة والصحة والعافية للجميع بإذن الله أعلنت النيابة العامة والشرطة في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الرين فيستفالن عن تنفيذ مداهمات في كل من مدن أسن وكولن أيضا بولاية شمال الرين فيستفالن وذلك في إطار التحقيق مع عصابة مشتبه بها في منطقة أسن اتهمت بسرقة صناديق العربون البلاستيكية التي تسمى فاندكيستن من متاجر الأغدية محققة بذلك أرباحا تقدر بالملايين تم اعتقال ستة رجال وفرض حجز على أصول بقيمة مليون يورو وتم مصادرة أصول بقيمة 300 ألف يورو وكانت العصابة تقوم أيضا بسرقة صناديق الطي كلاب شتيغن وهي صناديق تستخدم في التجارة لنقل الفواكه والخضروات وتخضع إلى نظام العربون تمكن المحققون في الشرطة الجنائية في دوسلدورف من تتبع مصاري هذه الصناديق المسروقة التي يزعم أنها سلمت إلى اثنين من تجار السوق السوداء في كولن والذين قاموا بإعادة تدويرها من جديد بين المحلات التجارية وكانوا عندما يدورونها ويدخلونها مجددا بطريقة سوداء يحصلون هناك على رسوم العربون وعندما كانوا يدخلونها لم يكن على علم بأنها كانت مسروقة ارتفعت أعداد الشركات التي أعلنت إفلاسها هذا العام حيث تأثرت الشركات وأصحاب المشاريع من الضعف الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع سعر الفائدة وارتفع عدد الشركات التي أعلن إفلاسها بشهر يناير 2024 مقابل شهر ديسمبر 2023 بنسبة 26.2% على الرغم من ارتفاع أعداد الشركات التي أعلنت إفلاسها رغم ذلك ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها وجاءت الآن الإحصائيات الخاصة بعام 2023 حيث تم تأسيس 118500 شركة من الشركات الكبرى ذات القيمة المالية الكبيرة وهي زيادة بمعدل 2.9% مقارنة بعام 2022 وبخصوص أعداد من قاموا بفتح مشاريع كاملة وجديدة وشركات صغرى وكبرى العدد وصل إلى 593200 تأسيس جديد ألقى مستشار ألمانيا أولف شولز اليوم كلمة افتتاحية لمؤتمر الأمن العالمي الذي ينظم كل سنة في مدينة مونشن بولاية بايرن وقال مستشار ألمانيا إن روسيا لم تحقق أي هدف من أهدافها في الحرب مع أوكرانيا بل تعرضت إلى خسائر كبيرة حسب أولف شولز وقال ألمانيا متمسكة باستمرار الدعم الكامل إلى أوكرانيا وطلب أيضا مستشار ألمانيا من جميع الدول الأوروبية أن تدعم أوكرانيا بالمال وبالسلاح ورفع الدعم وقال هذا الأمر ما زال يلقى معارضة داخل الأوساط الأوروبية وهو يتمنى أن يتغير وأعرب مستشار ألمانيا عن افتخاره بأن ألمانيا تدعم بشكل كبير أوكرانيا وعد وزير العمل غوباتوس هايل برفع راتب التقاعد غنت بالصيف بقيمة تفوق نسبة التضخم حيث قال أنه بداية من شهر يوليو سوف يتم رفع مجددا راتب التقاعد في ألمانيا ويظن بأن المتقاعدين هذا العام سوف يستفيدون من هذه الزيادة أكثر من السنة السابقة بسبب أن السنة السابقة كانت نسبة التضخم مرتفعة وقال هذه السنة لحسن الحظ انخفضت نسبة التضخم ولذلك هو يظن بأن المتقاعدين سوف يستفيدون أكثر من التقاعد من يحصل على التقاعد في ألمانيا من عمل على الأقل خمسة سنوات يكون عنده حق في الحصول على مرتبة التقاعد لكن من عمل خمسة سنوات سيكون مرتبة التقاعد بسيطا جدا 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 مشكلة التقاعد بأن من يرغب بأن يحصل على راتب تقاعد جيد ومريح يجب على الأقل أن يكون قد عمل ثلاثين سنة أو خمسة وتلاثين سنة أو أربعين سنة في ألمانيا كي يحصل على تقاعد لا بأس به ممكن أن تصل قيمته إلى ألف وخمسمائة يورو أو إلى ألفين يورو لكن من عمل في ألمانيا فقط خمسة سنوات أو عشرة سنوات أو خمستاشر سنة أو حتى عشرين سنة وكان يقتطع من مرتبه نسبة قليلة جدا لمكتب التقاعد غنتنفازيشيغونغ فعندما يصل الشخص إلى سن التقاعد الذي هو حاليا خمسة وستين سنة ويرتفع وسوف يصل إلى سبعة وستين سنة فلن يحصل على تقاعد كبير يمكن في الأخير أن يحصل الناس فقط على تلاثمائة يورو شهريا أو خمسمائة يورو أو تمنمائة يورو أو حتى ألف يورو شهريا وهي لا تكفي للعيش الكريم ويكون مضطر الشخص أن يعني يقدم إلى مساعدة السوسيال للكبار بالعمر التي تسمى كي يعني يساعدونه بدفع بعض المصاريف الخاصة بالحياة أصدقاء يعني من عمره ما اشتغل في ألمانيا أو اشتغل فقط مدة قليلة ووصل إلى عمر التقاعد هنا يضطر الشخص أن يذهب إلى مكتب السوسيال ويقدم إلى مساعدة جغوند زيشغونغ إم ألتا وهي نفس المساعدة التي تقدم بنظام جوب سنتر من عمل بعض الشيء وجاءه تقاعد فقط خمسمائة يورو ألف يورو ولا تكفيه لسد احتياجات الحياة ودفع أجرة البيت يجب عليه أيضا أن يقدم إلى مساعدة جغوند زيشغونغ إم ألتا ويساعدونه بنسبة معينة بدفع إيجار البيت إلى آخره يعني الواحد دائما يحاول في فترة الشباب فترة الصغر يعني من عمره الآن 18 سنة 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة أو حتى 55 سنة أو حتى اقترب شوية من الستين من الآن يجب عليه أن يفكر بكيف يعني يستطمر بعض الأموال أو يقوم بتوفير بعض الأموال لألكبر لأن المساعدة ممكن أن تكون قليلة في ألكبر وهذا ما لا نتمنى لا نريد أن يعاني عدد كبير من الناس من الفقر والحاجة بالكبر ونتمنى من الدولة الألمانية والحكومة الألمانية إيجاد حل للناس الذين لم تسمح لهم الفرصة العمل لسنوات طويلة من فقط عمل 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة نتمنى أن يتم أيضا رفع نسبة التقاعد بالنسبة لهم كي لا يضطرون بالكبر إلى التقديم إلى مساعدة السوسيال نتمنى الخير والسلام للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء